نادي الزمالك بدأ تحرك فعلي من أجل التعاقد مع النيجيري جون إبوكا مهاجم نادي السرامية كلباترة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ومن جانبه طلب نادي السرامية كلباترة التعاقد مع سيف الدين الجزيري من أجل تقليل المقابل المادي المدفوع لضم المهاجم النيجيري ورفض ضم أي لاعب آخر من الزمالك هم مش عايزين سرامية كلباترة مش عايزين غير سيف الدين الجزيري لو الزمالك عايز سامسونج عفوا لو عايز زمالك جون إبوكا محتاج يدفع 20 مليون جنيه ده العرض اللي قدمه نادي الزمالك ومعاه سيف الدين الجزيري هل بقى الزمالك هيوفق هذا أظن أتصور معطقتش معطقتش عشان كمان سيف الجزيري لعم مهم في نادي الزمالك والزمالك عايز يزود مهاجمين مش يبدن مهاجمين وبصراحة برضو أكتر يعني بصراحة أنا برضو أنا معي مهاجم دولي أنا بقولك على ترابيزة مفاوضات طبعا الزمالك حر وسيرامية حر يفكر زي ما عايز والناد الزمالك يفكر زي ما عايز بس أنا لو قاد على ترابيزة مفاوضات هسيم مهاجم دولي واخد مهاجم مش دولي وادفع فلوس كمان وانا باخد المهاجم اللي مش دولي واسيب المهاجم الدولي اللي معايا يعني بالنسبة لي مش منطقي بس الله أعلم ممكن ترابيزة المفاوضات بيبقى فيها تفاصيل كثيرة نادي الزمالك دخل أيضا في مفاوضات لضم مروان داود لاعب امبي زي الايصر امبي لكن هو عايز للمفاوضات او اتمام الصفقة يكون في نهاية الموسم الحالي في فترة الانتقالات الصيفية خاصة بعد تعديل الامور وانتهاء أزمة أحمد فتوح في الساعات القليل الماضية طبعا لو كانتش الأزمة خلصة بتاع أحمد فتوح كان هيبقى الزمالك في حاجة مسة وسريعة لزهير ايصر ولكن رغبة الزمالك زي ما تركم في ضم داود كانت بسبب فتوح وانه ممكن في نهاية الموسم فتوح يفكر في عقد احتراف خاليجي بحسب طلبه من إدارة النادي الزمالك فعشان كده عايزين يأمنوا الامر بداود